اهلا بحضراتكم مرة تانية ايه ممكن يكون مستقبل غزة بعد اختفاء السنوار من المشهد مش بس غزة لكن كمان الضفة الغربية لان الناس لخصت قضية فلسطين في غزة بس ونسيوا في وعينا العربي والعالمي والمصري كمان ان القضية في غزة وفي الضفة الغربية ان المستوطنين بيتوسعوا والاحتلال مش راحم اهلين برضو في الضفة وده الشيء الحقيقة اللي يبكيك على عقول الناس وعيهم اللي حصر فلسطين كلها في غزة وبس وحصر الفلسطينيين في حماس وبس ونفكر علشان الحقيقة ولدنا اللي ما يعرفوش التاريخ او ما عاشوهوش نفكرهم تاني ونعرف احنا وقفين على ارض شكلها ايه احنا وفقا لاتفاقية اسلو المعروفة باسم اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي واللي تم توقعه في 13 سبتمبر 1993 بين زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين وبدعم او باشراف من الرئيس الامريكي وقتها بيل كلانتون وفقا للاتفاقية دي تم الاتفاق على اقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية في مساحة 22% من اراضي فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية طبعا النسبة دي للمذاكر تاريخ القضية توضح ازاي الفلسطينيين خسروا نص الارض اللي كانت معروضة عليهم في قرار التأسيم اللي عرادته الامم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 واللي كان الحقيقة معروض فيها على الفلسطينيين او على العرب 42% من اراضي فلسطين ولما نرجع لاتفاق اسلو حنلاقي نص على تكوين مجلس تشريعي لمدة خمس سنين ثم الرجوع للتوصل الى تسوية نهائية وانشاء شرطة مدنية واشراف السلطة الفلسطينية على مناطق ألف به في الضفة الغربية وقطاع غزة لكن مع احداث انتخابات سنة 2006 واللي فازت فيها حماس واندلاع القتال الفلسطيني الفلسطيني بين فتح وحماس وسيطرت حماس على غزة واعلانها انها تحت حكمها انقسمت الاراضي اللي اخدها الفلسطينيين بين فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة وفشلت كل محاولات الصلح ما بينهم على مدار السنين اللي فاتت من 2006 لحد النهاردة على الرغم من انهم وقعوا اكتر من وثيق التصالح فيما بينهم من 2006 لحد النهاردة في الوقت ده كان الاستيطان الاسرائيلي بيزيد في الضفة الغربية بالذات رغم معاهدة السلام الموقع في أصله يعني انا اتفهم ان اسرائيل تقول اصل حماس في غزة واحنا مسيطرين وعلشان كده احنا بنضغط طب اتضفة اخبارها ايه اللي فيها السلطة الفلسطينية ورغم قبول الفلسطينيين ببقاء مستوطنات في الضفة الغربية بيسكنها مستوطنين يهود يهود الا ان العالم نسي القضية الفلسطينية وبقى يتكلم عن المصلحة ما بين الفلسطينيين والفلسطينيين وانهاء الخلاف بينما خاضت غزة اكتر من مواجهة مع اسرائيل على مدار السنين اللي فاتت وكان بيتم تدمير اجزاء منها وبالطبع اتقتل الكتير من سكانها لكن وحشية القتل والتدمير والتهجير اللي حصلت من 7 اكتوبر عشرين تلاتة وعشرين لحد النهاردة الحقيقة ملهاش سبقى في افعال اسرائيل الاجرامية على مر سنين استلاءهم على الارض العربية من هنا كان الكلام من وقت طويل عن مستقبل غزة والفلسطينيين اللي ما تخيلوش ان معاناتهم تستمر الوقت الطويل ده واعتقدوا انها حتكون مواجهة زي كل مرة ممكن تستمر كم يوم كم اسبوع او شهرين تلاتة على الاكتر ثم تهدى الدنيا ونبدأ نعود نتكلم تاني الحقيقة ان اللي كان بيدعم الشعور ده هو فكرتنا عن اسرائيل نفسها وقدراتها على انها تخوت حرب طويلة داخل حدودها لان اسرائيل اتعودت على الحرب القصيرة اضرب وجري وفيه الغالب يكون بره موحتها لان شكل الارض الفلسطينية طولي وما فيهوش عمق ممكن يوفر ليها حماية استراتيجية ده غير الاقتصاد اللي اتبرر نتيجة الحرب وتوقف السياحة في اسرائيل وبعض الاعمال في مناطق كتيرة لكن الحقيقة البركة في امريكا اللي زودت اسرائيل بكل احتياجاتها سواء سلاح او تمويل ودعم اقتصادي بمليارات الحقيقة وانكرر السؤال اللي مش بيين له اجابة محددة غير عند اسرائيل وامريكا ايه نهاية الحرب دي وايه ممكن يكون مستقبل غزة اشتركوا في القناة